نحبا بكم في موعد جديد من سبول ميكس نجم التابعونا وانما كنتوا في تونس الكل من خلال الفريقنس بتاعنا Sonsis.9 وتشاهدونا بالصوت والصورة في اللايف استريمينج تلقاوها في دات وتسويت على قناتنا في يوتوب صنقون تشاهدونا بالصوت والصورة حتى لنا نصف الانصف ساعة ونصف مش نحكيو فيها ونعودوا على ابرز مجد في مقابلات الجولة السابعة من رابط الاول ترجع يحسم كلاسيكو سوسا جرجيس ابرز مستفيد لأولمبي البيجي حافظ عصى دارا والناديل الافريقي التقريبا يواصف في سلسلت النتائج السلبية هيدهم ابرز الاستنتاجات باش نحكيو فيهم مع ضيوفنا اليوم احمد الصالح مرحبا اهلا وسهلا السلام مرحبا كهو كلمة واحدة فاجئتني مستيقونك في تقديري ومازال حتى تعطيني كلمة باعة مستيقونك في تاخد كلمة وعندك ما تعلقوا على الضيوف والدنيا لا الضيوف بها بلاتو متوازن متوازنة مختار دبوس مرحبا مرحبا بيك مرحبا بجميع ضيوفك مستمعي الراديون حبيت انهني احمد الصالحي بانتسار تراجي هاو دبوس عنده ميعلق هاو قالي اخويت هاني نياس انتسار تراجي وليتقفالة ولا هايث مراجي في البركينج شيخ شيخ اسماني فما ذي فخر معاك ينجم يشهد اللي احمد الصالحي شيخ في البركينج احمد ديمة شيخ انا اخويا ديمة شيخ معلن دياكل هو شيخ وانا قيمة شيخ امتيعه اليوم بالذات مو بالغ فيها مو بالغ فيها لي لي مستحق انا انا من المنبر ايضا اكد ويسل على مروين جاي ولا قدام البيب البرك هذا نوع من الانتميداسيو كما يقول حطني في الزاوية من ضربة البداية كلاسيكو اخر عليمين طرق العبداللي اللاعب سابق تراجي مرحبا مرحبا اسلام ومرحبا بذيوف الكل ومستمعي اذاعت مسك مروين تيج اللاعب سابق للناجم مرحبا اهلا بيك اسلام مرحبا بلوخيين مستمعي الملعب التونسي والملعب التونسي لباس مارد بيك تعب شوية اخويا لي 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 باس حمدول الله سعجي بكري اليوم اهلا جيتك بكري العربي قادي تعب شوية عربي سنيجرية نا 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 سي العربي اذيك نعزوه برشة بو شو شو قولك الحقيقة جيت تفادليك واحنا نعرفوه بذ مر متاع وانتي تعرف اليوم كالشعب التونسي نحبو كالرأو كالذوحك شوفتم بعض نصر الدين بالمختار ملقينا حتى حد لاخده عادت حبوه لتشوف الله يرحمو نصر الدين بالمختار اليوم جينا سي العربي سنيجرية وانا نقول له بالمناسبة ذيس عربي راني نحترمك برشة اليوم صحيح اليوم فما تفاق الخايب ريتا اذمارا تفاديك حاسيتا كيما قولوا واحدهم متاسمع يقول لك جلتا واحد في المخ تتفاديك ماستا ما حاجة بركة اليوم أنا مغير مخي يا سي العربي نقول لك انتي مك بمخك تباركلا وكبيرنا وتعرف تباركلا انتي بمخك لبريوف لي عندك انجاز يذولي هك شفتوا الاكتب اكثر اكبر انجاز عاملوا وصينا عربي سنيجرية بيع فيه طاوس معنى تبش تعرف معنى تفهمت هذي لي بمخه سي العربي خلينا احكيوه على المقابلية تدخلوا في الموضوع بتاعنا البارح الكلاسيكو تدخلوا في النونسي خلينا امتماعك انتي تدخلوا في المستوى الكبير لكن ظهروا اهم في المقابلتك هكذا ثلاثة نقاط هو اسلام هذي اللي كان ينقص التهرجي وثقافته بصفة عامة اللي يعرف التهرجي يعرف اللي وقته حتى كيكون خايب في المقابل فانه كان ينتصر على المنافسين متاعه اليوم الانتصار جاء من ملعب معنى صعيب نحكيوه على النجم في ثوب انه يزمو اذا دهو كيف كيف ينتصر معنى فهم انجو في اللعبة حتى الجمهور اللي يتوال وكان فهم شحن كبير صرتوه على مقابلة التهرجي معنى والانتصار معنى حتمية الانتصار ريناه في الديكلاراسيون متاع المدرب متاع النجم ريناه في التصريحات معنى جمهير النجم انا ريت حتى التصريح قال اليوم معنى من جمهور اللي توال قال اليوم كان من نربحوش معنى نموتوا معنى بالنسبة اللي نحن تقف الحياة اليوم في سوسا وهذا كورويا ديما نحكيو تهرجي عرف ينتصر تهرجي يلزموا الانتصار من نوع ذاية مع فريق كبير كيف النجم رياضي الساحلي بشي عاود بتبعه يرمم البيت ويلنسي معنى البطولة خطر تهرجي بارامو ما كانش يخمم في البطولة تهرجي عاش الحلم بتاع ربيطة الأبطال نقز بلي معنى النورمال موت تحذير بتاع ربيطة الأبطال وكاس العالم ما يتعدى الى البطولة اليوم رينا تهرجي حتى كي ما لعبش معنى مقابلة كبيرة سورتو بريمير ميتان ما كان فما صانعة في التيران كان فما وقفة في التيران كان فما معنى التفكير فما زادة تفكير مدربين معنى سلس وواضح بالنسبة لي هو واناتو ما كونا على البنك بعد في شانجمون نجح به دونك تهرجي اليوم ينتصر في مقابلة معنى صعيبة وللأجواء وللمرال للتهرجي اليوم معنى مهم برشة مروين ظلالي نجم رياضي الساحلي بعيد برشة على المستوى اللي نسننوا فيه واللي توقعناه منه خاصة في الشوطر الثاني وهذا حتى مش كان كلامي حتى كلام محمد المكشف تنعودوله وبعض التصريح اللي عمل ولكن خالي اخو رأيك فنيا في اليتوار اول حاجة اسلام نقوله مبروك للتراجد لثانيقات ديما زوز جمعيات ديما يقعدوا مهما كان الظروف يتعديوا بها ديما تقعد النجم رياضي الساحلي في فريق كبير اليوم كي نحكي اليوم عن مقابلة لحقيقة كلاسيكو ماناش مستنسين الروا هكيك منزوز في رق مكاناش معنى نزوز في رق اعطاو مردود باية في الميتان اتبقى ممكن انا شفت منزوز في رق اللي لبحو معتع ثلاثة نقاط اكثر من المردود كما قلت ثلاثة نقاط كانوا مهمين برشا بقية المشوار البطولة ممكن الملعبية متاع النجم رياضي الساحلي في المقابلة ذايا سيرتور باصي على لولا حسين هو اكثر عنده شجاعة وقدم القدام اتلاع عمل البريس وممكن كان ينجم يسجل معرفش كما قلوا في الهجمة اتسرع برشا القدام كان مربوث بلغة الكورة ميتون لحقيقة ما كان شباهي كما حبينيه نحن تباقي كما نقول ممكن انا اصابة تهنيد اللي كما نقول غيرت المقابلة خطر ريش كيدي تشوف الشانجم اللي قام بي متاع زياد بوغطاس يظهر نعرفو زياد عنده مدة مش حاضر كومي الفو نعرفو زياد كان راجع من اصابة متاع لقامو كان الهدف كي تبدأ مكش حاضر اسلام صرتو منطقل وانتي كأكسبريونس كزياد بوغطاس ومليا بنعرفو قبل اللي عطيت اللي طوال ما سلو ممون زياد كبر في السن الحقيقة معاتش ناجم يجي يعطي اكثر اضافة شوفت خاطر اليوم حاطر في صنطراج وانتي كدفونسور تبدأ مكشوي في مليح أو طارق تقريبا نعرف اسلام كي تجي تشوف وقف متع دفنسور وانتي تمركن لك اكسبريونس راي كورة صنطراج قبل ما نوس وزيد رزيلي مستغريب الاهداف من هذا الأخطاء والأخطاء من هذا لا دفنسور راي بشي رجع كورة اسلام راي كورة ضربت فيه وتاح سامحوني في كنم عبارة ضربه بكارتوش كي تبدأ مكشو يقف على سقيك مليح واليوم كي تجي تشوف راي في الصنطراج اسلام شوفنا كي تعطي اسباس صغير للي بليلي وشنو عمل معزوز بدو دفنسور راي ايجا نكلمك هنا كارير جوش اليوم راي قلت اقبل ونعود راي صنطراج بلوقت الكورة راي بونتو اليوم معانتها فردية خلى اليوم النجم رياضي سيحلي يخسر مقابلة متاعو بركونتر لحقيقة انا راي اللي يريد المقابلة ذي العبيد لازم هتفهم اللي كونه النجم رياضي سيحلي راي قبل يزين من النجم رياضي سيحلي اللي يصنع اللعب ويلاعب الكورة السحية كين تفم مكاليتين تجهور يخليك تصنع اللعب تحب ولا تكره اليوم النجم رياضي سيحلي بالمجموعة ذي مين اجم يصنع اللعب بار كونتر شوف الاسبيرونس اليوم كل ما تصنع من اللعب مع فرق هكشوف مع المتلوي مع بزرد مع جرجيس كي تلعب لها البلوك وتلعب لها الكونتر تتقلق ها برش اليوم حسيت طوال محكيت شوف أنا خطأ الفين متعلي جمال زاد الهدف الفين لي زوز كيف كيف زاد حسير تقول في الهدف الثاني خاطر كي تجي تشوف رو تاكو مع زود ديفونس ريت يذول اللي علي جمال في الكريير اللي عديت مع التراج مع ناجم ريضي السيحلي متجم تخت تخت الخطأ ذاك خاطر مزوز في رق كبير كانوا معنا وين اكثر ثلاث نيقات وان شاء اللي النجم يدير كذية خاطر شوف توا اسمع اللي صار صار اسلام في النجم رياضي السيحلي ما عندك وين هارب الملعبية بشيكون هوما معاك الاخر الموسم حتكش لدي صعبر كيما يحكي وف بشي سير برش حاجة بركة اليوم فما حاجة في النجم رياضي السيحلي كنت قبل كمشيت اللي باشتفام اليوم ما كانتش تجيب لك خمسة وعشرة وستة ملعبية وسبعة ملعبية اليوم يوريك معطا نقص الخدمة في المركز تكون الشبيان في النجم رياضي السيحلي خاطر عليش اقبل السيحلي كمشيت اللي فما كما يلزم اليوم عندك حتى حل نعرف موسم مئة ويناس الكل عندها الحق تتغشش ويجمه حق معطا النجم رياضي السيحلي عندها الحق الملعبية بو حتى الدكلارا انتي مكش متعود لذلك مع بعض الماتش فتنك حتى هبط استاتيوية هذا خطر برشة اسماني اسلام من هبط استاتيوية بعض الماتش خطر برشة كلام قالوا كيفاش يقول النجم رياضي السيحلي كيربع الدراج عبر هز بوتو ونحن نحن كشعب التونسي ونفهم ونعرف كيفاش نحكي وقبل الماتش فما حاجات تقول لهم على موتيفاسيون مهيش حياء أو موترا هو هو على موتيفاسيون بش على قليل الملعبية تحس وتحط في قلبها أما موترا 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 أحمد خاني رأيك في المواتش أكثر تفاصيل أنا نبدأ في تقديري في تقديري تونسي حقق أهم شي في كرة القدم وهو الانتصار لكن هذا الفوز يعود فيه الفضل بالأساس إلى رئيس النادي حمد المدب الذي تدخل في آخر لحظة وغير في التشكيل الأساسي بإقصاء بعض اللاعبين لأسباب تتعلق بالانضباط شكور منهم من كان خارج القائمة ومنهم من جلس على مقاعد المدناء وأخص بالذكر معتد صدام الذي لا يلوم إلا نفسه لأنه أخذ بدل الفرصة عشرة منحه رئيس الترجل رياضي التونسي أكثر من فرصة لكن للأسف لم يكن في مستوى ثقة قبل الحصة اتصلت بعض المصادر من ترجل في التونسي سألت هل أنه إبعاد وعلى سباب تأديبية وإلى شنور صار بالضبط حص يقولوا لي راه سألت 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 أنه أمام مسؤوليتهم وذكرهم بأن الفوز في مباراة النجم الساحلي هو لازم يكون حتمي ولا بد للفريق أن يفوز في هذه المباراة وحمل اللاعبين مسؤوليتهم ما أقول بقطع النظر على ما حدث قبل المباراة من تغيير في التشكيل الأساسي فأن الترجلية التونسي كان في هذه المباراة سيء للغاية أنا السؤال نطرح ما يقعدين يعملوا ملاعبية الترجلية التونسي سبعة شهور لم نرى جملة تكتيكية واحدة رأوا إذا الترجلية التونسي دعنا نقول الحقيقة من غير نفاق وهذا في مصلحة الفريق إذا الترجلية التونسي يبقى بهذا المستوى إلى غاية 26 نوفمبر مباراة الجوليبا المالي فإنه بهذا المستوى غير قادر على الانتصار على الجوليبا هنا ما نحبش نحكي زاد على بيراميدس لأنه بيراميدس أفضل حتى من الأهلي على إدارة الترجلية التونسي على مستوى الرصيد البشري ممتاز فريق أرجع شوف الرصيد البشري يمتع بيراميدس إسلام وقارن الملاعبي ملاعبي أما الأهلي فشي تفوقي يتفوق في التاريخ وفي الكولتور ومدع البطوليات وكل شيء هنا ما نقول على إدارة الترجلية التونسي أن لا تتأخر في تحديد مصير المدرب سواء بتجديد الثقة في إسكاندر القصري وتتوجه للجمهور وبكل شجاعة أنا أراني أخذت القرار في أن إسكاندر القصري يقود المرحلة القادمة وأنا لا يمكنني الإمكانيات أن نجيب مدرب في مستوى الفريق يتكلف لي 300 أو 400 مليون وحتى الأسامي يراني اللي دخلت معها في نيكوسياسيون أسامي ما حصلش على الجميع وهذا ليس عيب يعني مش إحنا الجمهور هو بش يحكم في النوادي ولا الجمهور يقرر المصير النوادي لأن النوادي يقرر المصير هم مسؤولية وهما قادرة بإدارة شؤونها وهما يتحملوا المسؤولية وإلا يقول أنا راه وسأمنح إسكاندر القصري معنتها إلى حد الفرصة إلى حد مباراة قابس وبعد راني مش نجيب مدرب تونسي لأنه فما من المدربين تونسيين من هو قادر على أن يكون رجل للمرحلة القادمة في الترجرية التونسي مدام أنا ما عنديش قدرة على أني نجيب مدرب أجنبي في مستوى الترجرية تونسي وقدر تخلصه 400 و 500 مليون إذا كان أنت بجيب مدرب أجنبي لا يفوق المدربين التونسيين معناة على مستوى الكفاءة وعلى مستوى التاريخ فلا داعي لذلك يقول لك شيئا بدين غمير في التعليقات يقول لك سميت ملاعبي واحد شكولي من لعبيه الأخرين أنا أنا اللي يكرتي أنا مش ما دهوي اللي عالبنك اللي عالبنك اي اي عليش الزردين كهو سميته بالحق طوغاية مثلا عادت يشوف الليستاش كولي جوار معانت اللي موجودين في الليستا طوغاية كيف كيف يقول لك اختير أدفل أنا أحب جلاسي يلعبه في المرات شفاء أعطينا أنت كان عندك أسباب أخذ أعطينا أحمد أنا أقول سميت كنا الزردين محبوش حتى نستهد فملاعبي بعين وزاد سميت ويحد سميت كل زاد شو احنا راه ديما نأخذو الأمور من الملح الإيجابي ما فعله رئيس الترجرية التونسي عادي يعملوا أي رئيس جمعية يدخل في الوقت المناسب لفرض الانضباط الجميع تقريبا وللبعض ما نحك لأن هناك مسألة فالترجرية التونسي هي الانضباط في حجرات الملابس فملاعبية نجوم يساميهم لكننا على الميدان معنات ما فماش رانط ما متعم ما يتماشيش ومع الأسامي متعم ويتعاملون يعني بنوع من النجومية ونوع من الغطرسة السيد لهنية أحمد بلاي عندي لوم حتى على المكلفة بالأعلام فالترجرية التونس اللي هي فريدة المحمودية عندي لوم عليها شديد اللهجة خلينا حتى نقول كيدي صحافي في الكونفرونس يسأل اسكندر القصري لماذا تزددين متوقعي غايبين أورليست على المقابلة لا ما ما تقولوش ما نسألوش خارج المقابلة هذي نحك يسأل فيك على المقابلة بحد ذاتها قالك زوزم لاعبية غايبين على المقابلة ما تقولوش لمدربة متاعك ما نجاوبوش على أسألة خارج المقابلة خطر السؤال هذا في المقابلة في حد ذاتها ما احترامي حتى الاسكندر القصري اختيارة فنية اختيارة فنية هذا المقابلة مفروض يجاوب عليهم ويوضح ويوضح ويقص نزاع هلا هو اختيار فنية وقال له اختيار تأديبي خاطر دارت في برشة باجد اختيار تأديبي اللي سميتها السيدة ذهلي قاعد تتجاوز في مصالحها في برشة حاجات كتمشي للصحافي وقاله المصاور تقولوش بيك مركز على أفلين في التصوير وقاله تلاكز على أفلتين من غير ما نسمي هي اكيد فهمتني لهنا مايش خدم تكره اللهي للأسف سلام انا اذا كان بش نحكي على المكلفة بالاتصال في الترجلية التونسية بش تولي فما نوع من تصفيت الحسابات الشخصية بيني وبيني لكن انا نتسائل شنية جمع علش انت عندك مشكلة معاقبل شنية وجود مكلف بالاعلام في ندوة صحفية هذي بدعة تونسية انا عمري مريطة حتى في النوادي الأجنبية يخرج جوارديولا ولكلوب ولا حتى في النوادي العربي هؤلاء هؤلاء إذا كان يطلع معك مترجل لا والله اسبب شي ضحك تقول له سبيل ملاعبية موش أورليست يقول لك اسألني كان عن الماتش يا نسأل فيك عن الماتش ما عشنا نسأل فيك صدقني يا اسلام اكثر من الاشياء التي تضروا الترجلية تونسية هي هذه النوع من التصرفات وكأن الترجلية تونسية فريق مقدس هي جمعية رياضية هي شنو الغاية من إحداث جمعية رياضية كي نحكيه نحكيه ومعناتها يزبنا نرجع أحنا ساعة للواقع ونس نتسألوا هي جمعية رياضية شنية سمحني هي جمعية رياضية مقدسة بلك شينتي الجمعية رياضية هي اللي هي اللي معناتها تتوكل فينا ولا تتشرب فينا وقال لي هي اللي اللي معناتها على البلاد وقال لي ربحين نعطيونا الملاعبية في التصريحات وخاصرين ما نعطيوش الملاعبية سلام من حق جمهور زيد الإسبيرانس يسمع الملاعبية أنه يعرف المعلومة وحكيناها هذي قبل قلنا شنو معناها واحد مكلف بالعلام والآخر نطق رسمي وحكيتها أنا قبل معناها الساعات التدخل في الأدوار هذية وكثرة الإعلام هذية واللي مفرموه ما فهمش إعلام اليوم في الإسبيرانس اليوم ما فهمش المعلومة قبل حكينا على التسكير والأبواب المغلقة اللي ساير في التارجي على مستوى الانتدابات باش نقول واضحين طارق باش نعطيوكو كل حق حق وليد وليد وين نكلموه الحق اللي لقاء عنده المعلومة اللازمة نحكيوه على السياسة أخرى بتاع التسريحات والحكيات بعض المقابلات ساعات ساعات السلام رو كي تعطيك تسريح مش في بلاستو ولا ما تعطيكش تبرير مثلا السؤال كيف نهذايا هنا جمعية تدخل في الدوت يفتح المجال التأوين إنتي مفروس تجاوب وتخطع الشك السلام الفريق الوحيد كي يخسر ما يعطيش تسريحات بعد الماتش هو الترجري رغم أن القناة الوطنية قناة ملكة الحقوق لكن عندما ينهز الترجري التونسي ما يعطيش تسريح وقت اللي فما في التي في الكونتراب بين الجامعة التونسية اللي كرت قدم التلفزة الوطنية تتعرض الجامعية ليما تعطيش ما يتعطيش دي 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 قلاراش بعد الماتش لعشر مليا نحب نحب كي يتعامل معنا دموان التصريح مش للإعلامي يرغي الجمهور تقل لها اسمان يا حمد لماذا كانت تراجي إذا أروا وفربشة جماعيات الأغلب التراجيات أروا وفربشة جماعيات يخسروا راو وميحبوش لماذا يتعاملوا معك أنا معي وزينة أنتع جماعي أنا أي جماعي تبدل عندها مشكلة تخبيها تيب ليه وزينة أنتع شلو أخي يعملوا في النووي وما شلو يا كوزينة أنتع تيجو جماعي رياضيك خرجتو وخرجتو قاي وزديم تخار قل لي أسباب فلدي أولا توقاي وزدهم تعاركوا يقولوا تعاركوا في السيانس دون ترمو لا لا مش صحيح انت عندي معلومة لا 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 ما أنا عندي معلومة هم قالوا كسبتها دي بي صارت موني وش قالوا ما نحبش كان معلومة ثابتة قل لي كان معلومة مثبتة وانت معلومة ثابتة انت جلس يا بط بشير بحي ترنجي معنى توقاي عالبنك واضحة وزدهم حاجة عادية إذا كان ممشيش رسوسة عالشي اللي صار في الماتشوات المطالعة هذي حاجة ثانية شنو ما فعتك انت كي علام مش تعرف شنو صار الدخل صارت راقب ما نتوى انت ترات تراشل هذه تونسي بعد نشوت لانت صار يخرج اسكندر قصري يحكي على مشاكل اسمعني عشقوي ما قلتلكش حكي لي قل لي تعاركوا قل لي عايش غايبين قل لي أسباب تأديبي قل لي أسباب فنية ما تقول ليش تفاصيل ما تقول ليش تفاصيل أنا مش من حقي تقول لي ما نحكي ما نحكيك عن مبارات ما يش مبارات نحكي فيك عن مبارات أنا بطبيعة قاعد قل لي اختلاط فنية اليوم شوفهمش قل لي أسباب تأديبي ما تخليش في التفاصيل ما تسنصرش الصحفيين ما عندكش حق تسنصر في الصحفيين هو في الترجري يتوسي فما النوع من التعالي يعني كأنه كيبش عطيك انتي ديكلاراسيون وتنور ولا ملاعبي كأنه عمل علي كمزية كي ترجير يتوسي خذي أكثر من وقته فقط مختار شفنا فرحة كبيرة برحل من الجماهية شفنا محطة في البرارك وفي الاميت ما نتعوداش بالترجي يفرح بالطريقة هذي كيفوس في سوسا في مقابلة عادية معناه وقال للضغط الإسرائي يرتجم تفسر أسمعني وراء كلام مروين صحيح راءو ماتش لتوال والاسبرانس عندهم مدة يعني يعني بعد ساعات فمعوهم خير من دربي فهمتني بعطي بر معناه راءو قيمة الماتش وفي سوسا قيمة اللعبين وإسمعني وحكيت أنا في النهار الجمعة وقلت قلتوا المرة راءو بشي تقابلوا وهما في الترتيب هذي فهمتني بالحقيقة هي فرحة فرحة عادية يمكن الجمهور زيدي يحب يدز مع جواري تورينا حتى متع جنوب أفريق يهزينوا على الكتاب حبوا يدخلوه مع أول بونت ومركاه حقهم بشيف حقهم رغم أنه رغم أنه كما قلت ما استنس ناسي اللي تراجي يتفرح في ربح ولا في عاش لكن لكن كي تجي تشوف إسلام رأو فما حاجات لازمنا نقولوهم رأو لحقيقة متع ربي خلننبعد شوي على التحكيم عمري في حياتي ما ريت تلتوال بالطريقة ذي الحقيقة معنا ريت جوار عدد 6 يلعب 1 عمل كل شي فحاول يدخل لتزوية ترجع العقيقة معناها الجوار والله ما شفتش أنا شفت منه التهول أخفي منه أكثر منه نوع نوع وغبو تترجي وليه تترجي كي يبدأ وحده واسلام بش يعمل معنا راجل رأو ريت تصعين دقيق أنا روم التحذيرات أنا بالنسبة أنا بالنسبة اليام ونعاود ونشاتر كلام مروين في بعض الانتدابات اللي طوال لقيقة معناها رينا شوات ما عطاش وموش ما نتصورش كماشي يعطي رو أنا أنا كنت النجم معناها فتيران رك تشوف الجوار تفهم كاربيتر أنا جوال مبيل وني رو فما جواريت في التراج يسيت نقول لك اللي حاضر ما عندهم مش قطر عرق والكاميرا قربت الشوات وحكيت معك مروين مبينا رو شوات ينكت بالعرق معنا رفني أشياء كذا معناها معناها معناش انتي تنجم جوبني مروين كيبدا جوار ينكت بالعرق معنا مش حاضر فيزيكم رو معناش مريتش مريتش حاجة مريتش قلت قبل وحكيت أول وقت حكينا عن الانتدابات النجم رياضي سيحلي وحكيت اليوم حتى حتى أحمد قلت شكو المسؤول عن الانتدابات رو كيجي تشوف كيجي بملعبية موش كمبيتيتيف قلت لك اوديوبيت سيزون لازمة تيخو بايك من لول انتي اليوم مش مش تصبر علي وقدرش تصبر انتي لابروف اليوم معتا شوف تلك المنتائك لطوال وين موجودة هذير كل خطر عليش الانتدابات اللي قامت بين نجم رياضي سيحلي لحقيقة موهمش انتي دابات اللي يستنون فيهم الجمهور متاع موسم مي قوي مي بار كونتر مختار رو نجم نغلط فتكاستين نرمال معتا النجم ساريف ديما نقعدو نحكيو عن نجم رياضي سيحلي خطر اليوم كلية بعضها في البلاتويت وش نوع اللي صار اليوم هوا فما جمعيات مليارات اللي يوم زادة مش مش ننزلو عاليطوال واني قولي لكم برجا بيت تحكي على التفادي النزول رو نجم رياضي سيحلي حتى بمريولو وتحط لهم منكانات حديش نجور منكان ولبس مريول لطوال راي لطوال متيحش راي طلب حتى عال شمبيونة بالمنكانات مش هزا موضوعنا موضوعنا لطوال تدخل في الدوت نجم نجم مكانش كارث يطيل ستين ستين نرمال كان في بعض الفترات قصر مترجل المناطق الترجري تنسي لكن غابت عليك الكاليتين بتاع الملاعبي اللي يعطيك فاس ولي ياخد راس اللي غير الماتش شن هو هو الخطاق متاع فغطاش ترجي سجد في وقت ما كانش فيها أفضل من نجم الساح ناس معني نعرف الظروف الناس كل حكيت عن التداب ونعرف ملاعبي كما نقول وسمحوني في الكلمة يجي نهار واشترجع الملاعبية واشترجع عن فورو واشتعطي ليتوال وسيكي يصير وما فاماش ملاعبي اليومي حبي عبت وانا كملاعبي ملاحبش رايخوا بريم وشاريوم ونحبش نضيف على جموعاتها على المرؤول اللي لابسو ونحبش لغ سارق هذا يعرفين كملاعبية نابتو من شوية اخوية انتقادات فمعبية من نسبة صحيح تصريب بسجاب مرمال في العادة يجيوا مدربين معتا في فترة كما هك التلاجة انتقالية كما صارت عامنا وانترق ثابت نشوف شوية تبديل برابور لكيب اللي كان مثلا في ماتش المستير ثابت بدل لعب 4-2-3-1 حد ساس في رقم 10 تراجل ربحت وقت 2 بلايش لكن اليوم اسكندر القصري حتى في ماتش السيابي اللي فات ما شوفني شو حاجة تبدلت في التكديق والفولم اللاعبية تقريبا نفس الفريق نفس الشيما اسرار كاردوزو معناه على الديسبوزيتيف هذية في الكاتروات روا ونفس الشيء معناه تعاود مع سيسكندر القصري من مقابلة النادي رياضي البنزارتي وتراجي ما لقاش حلول في الديسبوزيتيف هذية اليوم يعود التراجي الخطر اليوم في رجيست الاخر في الكاتروات روا تلعب الاكستيريور دونك انتي باش تستحق الهجمة المرتدة في الاساكسيون عظم معناه في الديسبوزيتيف تال اربعة ثلاثة ثلاثة انه هو يعبي الوسط اليوم مع النجم يعرف اللي فما ضغط باش يجير باش يجي معناه اللي طوال خرجت في برمير ميتان يستنى يشرب هكذا خمستاش نتقيقة في الطبيعة باش يطمع لك في المقابلة باش يخلي الاسباس اليوم السكندر القصري بالنسبة الينا التاش معناه التكنيك متاعه مايش موجودة رغم الانتصار تراجي في اثنين بشي معناه مرينيش معناه موش خطر السكندر القصري اليوم هو اليربح لا اليوم فما زاد الوضعية بتاع النجم تخلي التراجي اليوم ففوري الكاليتين بتاع ملاعبية النجم اليوم اللي موجودين مايمثلوش بالنسبة لينا حجم النجم الرياضي الساحلي تراجي اليوم كان ناخذوه فرديا بطبيعة اقوى كنا حكيو على ماكوناه حتى كان اهبط كاز مينوت ولا فان مينوت ماكوناه مافاماش في النجم البليلي رغم اللي معناه مريتوش انا بريسك ميتان كامل حتى في الباس متاعو كل راتي في اللي شوان متاعو كل راتي معناه روز نجح في اللي بليلي كان افضل ماكوناه ماكوناه الفيتو ولا افضل شو معناه افضل شوف فما مزيل في الدوت البليلي اليوم البوت والهدف متاعو اليوم في النجم يمكن يبدلوا يمكن معناه يبدلوا ورغم اللي ما مركيش هو مركيش بغتاس لا هو ضرب بكورة لي موش سنتراج موش سنتراج موش جيست هو يعني اللي فور عملو عملو لبليلي ما عملوش واحد اخر يفور على ماتش كامل في الاخر جري هو لبليلي ما ما جري ش واحد اخر في بلاستو اما الهدف متاعو نحكيو على المرال طوى وعلى ملعبي داخل مرال مش مش هزو على حساب النجم لي لي ما عملش هاي لبليلي مرال هو مرال هو خطرتك تجي تشوف انتي كم لعب وتعرف سنتراج هو عمل خدمته عمل خدمته عمل صحيح بغتاس نحكيه وعتى اليوم خليك 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 يراجع لبليلي على حساب لبليلي سنتراج عمل خزع مرولين سمعني كل كلمة تراجع رجع تراجع لبليلي مرولين سمعني عشخوية قدك تراجع كل رجع تراجع المشكل اللبليلي اللبليلي نحكيه على توا بساجة فيد متعدي بي ملعبي على مستوى ساعة ذاني الملعبي اللي عنده شارج كبير اليوم جمهور تراجع لبليلي اللي جاب معناه بوليميك كبيرة وجمهور تراجع يستنى فيه بعد مقابل كدكا والبليلي مش موجود في الدوت مع جمه حتى جمهور وصل شك معناه في إمكانيات لبليلي اليوم الهدف اللي مركيه هو كان سباب فيه مركيه سانتر بمركب راس وبسقيه هو نجم تقول يعمل السيست مع بوغتاس لا موش السيست نجم نعمل سانترشتير هاي بالتكنيك ما بش نحكي معك نجم نعمل سانترشتير تدر في جوار ودكتور عمله شكو نعملو دونت اللي بليلي رجوعه هو في المقابلة على حساس نحكيه على روحه ساعة بشيالقى روحه ساعة بماني في الرندمان معنى كوم بليلي في الإسبرانس هيدا موهم جدا للملابية هيدا وكي نحكيه على بليلي نحكيه على الدفوت اللي عاملوه ساعة للاكسيال ورير دروام بتاع النجم ريدي السيحلي انتي اكسيال تعطي بذارك في الزون هذيك انتي نحكيه على سيدريك معنى انتي وليد جوار باتوس يعني عامل تاكل في الهواء هذيك هذو مالي جيس تكنيك ساعة بتاع جيس الاسلام هي كانت من البليلي معنى الكروشية هذيك ولا معنى جيس تكنيك هوا اللي فورا ذيك رغم اللي ان يقتلك من البليلي ما عديش مقابلة كبيرة ما كان حاصل في جيس معينة ربحة الترجي بي مشكلة الترجي هذي تونسي عنده راسيد بشري فيه الكاليتي لكن المشكلة هو في الاختيارات وتوظيف الملاعبية عوض البحث عن حلول فانه دائما من يتحمل مسؤولية الفشل هذا بوش نيبة وبنحميد وبنحميد الترجري تونسي بي حاجة بالحق المدرب يعرف وظف الملاعبية ويعرف يخرج منها معنى المكسيموم مالوين حكيت حبيت تحكي عن تصريحات المكشرة انت كملاعبي كيف لماذا تتقبل تصريحات من المدرب يأتي بصراحة ليس يأتي قلل من ملاعبيات النجم مستهم الفني والملاعبية هذوما لماذا تكمل تلعب بهم من المشكلة التي يأتي حتى الملكات ولا حتى الوقت إسلام لو أرى محمد المكشر حتى 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 يشك في القيمة الفنية وكمدرب وكي كان حتى كملاعبي اليوم نعرف اليوم غيروا عن نجم رياضي سيحلي ونعرف الملاعبية القدمية عن نجم رياضي سيحلي عندهم كما نقول صرت المحبة الخاصة للفريق هذا لماذا تخذ محاكمة محمد المكشر يجب المدرب نحينا من شعار كمحب وكل شي أنت اليوم يجب تعطي درس حتى اليوم تخرج أول حاجة تدف عليها الملاعبية ديكلاراسيون لحقيقة معاش بتنيش برش ولي يقول لك إسلام رأو كان المحمد المكشر مشدش اللي طوال رأي قام تلقي من الرغم باللي في كتيف اللي يحكي عليه هو وكل تتمنى تشد من النجم رياضي السيحلي رأو ملاعبية بيأسور بش بش ريت كان تقبل هاو كان تقبل ما كان تقلق الملاعبية من حاجة كما رغم بش ملاعبي معين أنا كملاعبي ريت يدخل انترونير ونقول من حقه خاسر المباراة اللي ما أسفار هو كيف كان يتمنى المباراة هذي كما كان ناوي بش رباح ومربح يدخل 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 حتى يحكي هيلك ما بين بعضنا تذكر البيب في البستير تقبلها ريت تقول لك كذب بيكم هكو كذب من هنا من هنا ما كمتوش في المستوية وانتو ما مكش في كمتوش حاب يعمل رجل الملاعبية فماش يحفقوا اليوم انت حتى نخذك وتأخر نتفهم عن الهيئة المديرة مسؤوليني في النجم رياض يصيحني بعض الماتش من أخر الشي نأخو ديسيزيون أسمعني بيش تتمس من الملاعبية واليوم الملاعبية معتها حشتها بالمورال أكثر اليوم اللي تقولي لا تقولي لشوات لفلاح لفلتين لحد شي اليوم بشكلت اللي طوال مورال معتها النتائج رو أسمك يتكبش النتائج السلبية ريت تقدم معاك لازم اليوم المسؤولين لصحاب الخبرة يعرفوا كيف ياخذون الملاعبية يسيرتون المتش هذي بربي اسلام اسلام جزت بركة من هاولوهش اليوم بداية موسم سبعة جورنيات ما زالوا 23 ماتش أسوأ بداية ظهلي في تاريخ اليتوال ما نوان شنين من هاولوهش شنو سعريف سعريف بداية كاريثية هاو في ركو اسلام بربي بركة يا تارك مش من دخلوش رو الجماعيات بعضه ماذا بينا الكلوب ترجع عن فورم ماذا بينا اسفيقس ماذا بينا اليتوال خلي تحلس مش نزيد اليوم زنزلوا على اليتوال يا دي عليش عليش هذي مرات اليوم من كل الكلم علي سرعة بسرعة شنو المطلوب من محمد المكشر وهو حكاية معناها مع الهيئة المديرة في الرجوع ومعناها للنجم شنو شنو المطلوب شنو الوبجيكتيف اليوم الي استنى في محمد المكشر سيرتون نحكيو على هيئة بالملاعبية ذوكم اليوم موجودة بايا طارق الملاعبية ذو يتابع فيهم محمد المكشر عارف مش فهم عارف شكون موش حاظر فيزيك اليوم اليوم كنت اسمع انا بالنسبة ليا قلت له معامة المئة متاع النجم رياضي سعري احسن الوبجيكتيف اليوم في النجم الساحلي هذي اللي خلق معتها بجمهورها اللي اليوم في المنصر مقوي خلست ديونها اول حاجة اما حاجة بركة اليوم زادة كيف كيف اليوم على كما نقول الفرق الموجودة في تونس اليوم زادة اللي طوال عندها معتها من حق اليوم تنجم 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 لوجيك لا تنجم عندي وقت مزل مات شوات تقديري الاستياء الكبير هو من نتيجة المباراة خلا نكشر يحكي بلوغة المحب لنجم الساحلي بلوغة اللاعب القديم ونسا يروح وقال لي هو مدرب خاطر كي تخسر ماتش بالنيران الصديقة بالطريقة ذيك عادي بشتعمل تصريح كيك باي شفنا لقطة في اخر ماتش 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 مريق بلوغة ملاعبية لم نرى شيء لكن في الأخر تنجم الأجواء بين ياسين مرياح ورذوان الفالحي في الأخر فزدت وطم تطويق ومسا شيء كبير لكن فزدت كلاسيكو عادي يا سلام تنك لحكاية لا تجاوز الحدود لكن المناوش تصير في أي ماتش في البطولة أو في العالم تنك اللي مرياح اخرج بسيكوريتي كبيرة من لما الأمن أنا من عرش موالي صار بنيتهم بالضبط لكن عادي مانت اللي صار عادي مدام مجاوز حدود معي ومزوز من عبير زان وعقلية ومش بستاسين بربي لأولوها الحكاية اليوم برافو جمهين النجم رياضي الساحلي ونعرف الماتش لديه بريسو خرج نذيف لحقيقة أنا عمري لشاهدك جمهوريان جمهوريان الساحلي بالطريقة ذيك حتى كان خسر الفلاميات شعلت عمري شفنا مقذوف ومش نرمال 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 مانقولوش حاجة كما ها كان نرمال مانقولوش نرمال يصيف مانعبد كل لكن مش نرمال ها نقبل شاهدنا قبل مانعبد عملنا في الماتش ولان لقاتات مهمة في الماتش هذا لدينا اللقطة الأولانية هو التدخل متاع سيدريك بو على الساس لقيقة لدينا في الأول هالسيق ومبعد وقد يقرب السيق متاع معنى الكرامبو متاع السبيدري وقد يقرب تلوحد لدينا أجليسيف تيقوية على الجوال اللقيقة هنا نظال طيف كان قريب من عملية من عرش ستعمل شوية بسيكولوجي باش ميخرش حمر جرى المقابل جرى المقابل ما نشوف توقين جيو ونقرأ ونقرأ ونشوف من بعد الرزولتات لربية نقول برافو على ديسيزيون وما أثر لكن نحكي تكنيكم كان على الحكم أقصى اللعب النجم الرياضي السيحلي للفرات في القوة من بعد نلقاو 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 فرصة للنجم الرياضي السيحلي يذوري شميخي خارج داخل الدزويت يقص عليه بن حميدة ينحيله الكورة شميخي يمكر روتار في عود يضرب الكورة بالقدم بن حميدة والحكم كان ممتاز التموقع وزفر مخالفة الدفاع التراجي الترنسي من بعد نلقاو كورة هواية ما بين أقبو وزولي والدميم تراجي البفو تقول رجي 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 استعمال المرفق في وجه أقبو كان الحكم أنظار أقبو المرفق في وجه شكون في وجه أقبو يظل في دقيقة وقتية هذه مختار هذه في دقيقة 13 يظل 13 لا بالعكس أقبو وقتها 13 من الأول المباراة هذه أي رجي هوا طوى قدامي يهو يهو ساس منعش أقبو يهو مع هولو ركز لي ساس مع هولو كيفيش هوا قدامي لكس منعش أنت كان ترجع ل مع شوات يظل شوات وخرج مضروب على وجه وكان على حكم أنظار لعبة التراجلة أنظار فقط أنظار بركة ومبعد نلقى الأكس يوم دميتيران لتوال ضرب بالعايب يظل زكريا العايب حسيم تقاء زكريا العايب زكريا العايب ما نسيت اللقطة مع شكون حسل ما مع شكون العايب وشكون يا ذيكا ما ما نسميش جواريات من دميتيران تعال لتوال برد سويد ما نسميش جواريات هنا الحكم الحقيقة كما قلت ما يحسب نظال طيف يحسب بسيكولوجيا قول كان متنبأ بالنتيجة حمر الحمر اللولانية وجاءت الأكسيون هذيه الثانية متاع جوار التراجي هنا بين صفر حمر لكن هنا كي نلقى الربيط القاعد يخدم بذكاة معها كون خرق العواني رق العواني كان هو هنا أغزولي بش تخرجوا حمر ما يلومك حد الول السبادري في وجه جوار وهنا لعب فرات في القوة خر الصفر خدم مع البسيكولوجيا خاطر هنا نحكيو على حمر أول للإطوال ونزيد ونحكيو على حمر ثانية من المرش لحقيقة مينجا مش اللقط هذه تستحق صفر حسب رأي أنا وتفكيري الصفر كانت في محلها من بعد بش نحكيو على لقطة فما تسلل من وتسلل من الحق أيمن اسماعين غلط في تسلل الكرة كانت كان مهاجم التراج يوسف البليلي في موقع صحيح ونزيد الحنيش يغلط في تسلل الفييدة النجم الرياضي السيحلي ونزيد توغل الشوات يخذ الكرة حاول بش العب ومس ها بيد وكان الحكام على لمس اليد ونزيد ونزيد مطالب النجم السيحلي بضرب الجزاء مع أبو الحميد مطالب النجم السيحلي بضرب الجزاء بنحميد وصالح لغدام دويل اذك رينا مبعد في إخ اللحظة حكيت ربوع سيجون ده بنحميد ضرب الكرة وحط الكرة في التوش كان بنحميد ملعبش الكرة وقتا وليو نحكي على ضرب الجزاء ومبعد رينا الكفران تسنتير على مجيه اليمين للإتوال دويل شوات وجلسي شوات مش نحكمو كما نحكيو على لرجاء مش موجود دويل خلي لحظة مانوين كمك مانوين مش محذر درسي مش موجود ولا مانوين موجود إذا حكيو عليها في قناة الكريس ها دكت مخل مانوين خلي كم مانوين نحكيو نحكيو على تا كورتو بشي بد هذي كورة في الهواء صار صغير لجير موهم من الوحد طاح الاشوات أنا بالنسبة لأنا رأي ومحترامي للقنوات والكل مهاش بلانتي موجودة ومهاش بلانتي بدمها مهاش مهاش الشوات باللحظة فما نزل فما نزل على بين حمزة جلس ينزل على الشوات لي عادي لي مش نزل رأو شاهد فما نزل أنا بالنسبة لأنا حسب تقديري ضربة جزاء غير موجودة وكنت رأني داخل بش نقول ضربة جزاء كي أنا مش محذر درس يأت قولت مجموز لا يأخذلي مختار مختار شكون أسبك طو هي في الصونتراج جي فمش كرابي شكون أسبك باللي يتقيق أصلاح فما فمونتاش نجوير غادي لي هي في الصونتراج كي خرجت هو كي أسبك مسجلسي كيف تأحمله هو أسمعني لا ترتقي مختار والله أنا أقول لك ضربة جزاء والله يا خبل والله خاني نمشي وفاصل موسيقى بعد نمشي وفاصل موسيقى بعد نكمل وقية الحسن اليوم